وإلى آخر قصصنا في هذه الفقرة وهي عبارة عن منشور تفر قدمه بين قبائل المفبركين يقول روسيا تتهم المسادة الإسرائيلي بمحاولة اغتيال العقل المخطط للسياسة الروسية أليكزاندر دوجين والذي يسمى عقل بوتين المحاولة أسفرت عن مقتل ابنته داريا دوجين بتفجير سيارتها الحقيقة هي أن روسيا لم تتهم المسادة الإسرائيلي بمحاولة قتل أليكزاندر دوجين وما أكدته لجنة التحقيقات الروسية هو عثورها على عبوة ناسفة زرعت أسفل مقعد السائق في سيارة الضحية وقالت إنها تعتقد أن انفجار سيارة الضحية كان عملا مدبرا وزارة الخارجية الروسية أيضا ألمحت إلى احتمال تورط أكرانيا في العملية قائلة أنه في حال ثبوت تورط كييف في اغتيال داريا فسيكون ذلك شكلا من أشكال إرهاب الدولة